إلى قطاع آخر الآن تقوم سلطة ضبط البريد والاتصالات بمتابعة عملية تعويض مشتركي الأنترنت زبائن مؤسسة اتصالات الجزائر إثر انقطاع كابل الألياف البصرية البحري يوم الثاني من عشرين من أكتوبر الفارط وأوضح نفس المصدر أن كافة الزبائن الذين كانت اشتراكاتهم سارية خلال انقطاع استفادوا من تمديد تلقائي لاشتراكهم يعادل مدة الانقطاع أو تدهور خدمة الأنترنت وفيما يخص الزبائن الذين انتهت صلاحية اشتراكهم خلال انقطاع أشرت السلطة إلى أنه تم التعبئة حسابهم مجانا من قبل المتعامل خلال الفترة التي كان من المقرر أن يشتغل فيها حسابهم لولا حدوث الانقطاع